من داخل أروقته وبحضور مرتديه جاءت المطالبات بأن يستخدم مجلس الأمن ما يملكه من سبل لردع كل من يريد عرقلة فرصة حقيقية تحصل عليها الليبيون بعد فقدان الأمل بالتوافق إثر العدوان الجنوبي على عاصمة البلاد المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز وفي إحطتها أمام المجلس التي جاءت بعد إشرافها على جولات من الحوار السياسي والعسكري وما نتج عنهما دعت مجلس الأمن إلى استخدام أدوات هي تحت تصرفه تمنع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة للخطر التي وصفتها بالنادرة لاستعادة السلام في ليبيا وليامز أكدت أن تنفيذ هذا الأمر سيوفر احترام مبدأي عدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية وتنفيذ التام لحضر تسليح وهو ما ضمن في القرارات الدولية المعنية بليبيا ومخرجات برلين وهذا ما شاطرها إياه مندوبة واشنطن التي شددت على أنه يتحتم على العالم دعم قرارات الليبيين وأنه يجب على مجلس الأمن الوفاء بالتزاماته تجاه مخرجات برلين ممثل ليبيا بمجلس الأمن الطهر السني طرح هو الآخر الأمر بتساؤل حيث قال ضمن كلمته إن السؤال الذي سيظل مطروحا هو ما الضمانات لاحترام هذه الاتفاقيات مستشهدا في أهمية توفير إجابة عنه بما جرى في إبريل 2019 حينما نسف المعتدي جهود قرابة عام كان تحقيقها قاب قوسين أو أدنى بالملتقى الجامع في غدامس أنذاك السني حمل مجلس الأمن المسئولية بسبب عدم وجود جدية في تطبيق القرارات الصادرة عنها في حين اتسمى ما جاء في كلمة الممثل الألماني بنبرة التهديد لكل من سيقدم على إفساد العملية التوافقية الجارية فقد قال إن من سيفعل ذلك سيتحمل تبعيات فعلته أما الممثل البريطاني جدد دعم جهود البعثة الأممية التواصل إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة قوية مشددا على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي مستعدا للاستجابة السريعة دون أي تأخير في دعم إنجاحها محاولات العرقلة والتشويش أمر واقع والجميع على دراية بها ويظل الراديع لها في إيرادة محلية للخروج بالبلاد من النفق المظلم ودعم دولي بنوايا تهدف لتحقيق استقرار في البلاد أنهكتها حروب مدعومة من الخارج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر